بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي طلاب وطالبات الصف الخامس الابتدائي مع حلقة جديدة شرح منهج الدراسات الاجتماعية على منصة البس المباشر التابعة لوزارة التربية والتعليم إن شاء الله النهاردة هنتناول مع بعض الدرس الرابع في الوحدة التانية بعنوان العلوم والأداب في بلدنا الموضوعات طبعا هنتكلم عن أهمية وظيفة الكاتب وأمثلة للعلوم والأداب التي برع فيها المصرين القدماء على سبيل المثال يعني الأدب الطب الفلك الهندسة الحساب هنتكلم عن مهارات حياتية زي إدراك العلاقات التحليل الطلاقة في طرح الأفكار التواصل اللفظي وغير اللفظي القيم تقدير العلم والعلماء الأمانة الإتقاد المشاركة قضايا التحديات البيئة والتنمية والمواطنة أهداف درسنا النهاردة زي ما احنا بنتعودين طبعا الأهداف مهمة زي ما قلنا في الأول لأن الهدف هو اللي بيتم وضع الأسئلة عليه في نهاية الدرس في نهاية الدرس سأكون قادرا على أن أحدد الأنواع المختلفة من العلوم والأداب التي اهتم بها المصريين القدماء أستنتج العلاقة بين التقدم العلمي وتطور الحضارة المصرية القديمة أن الحضارة المصرية طبعا قامت على العلم والتجربة والبحث وليس طبعا الخرافات وما يدعي البعض طبعا من أن الحضارة قامت بمجهود طبعا كائنات فضائية أو أن الحضارة المصرية منقولة من شعوب تانية أو غيره أتعرف بعض الإنجازات العلمية والأدابية عند المصريين القدماء وفسر اهتمام المصريين القدماء ببعض العلوم مثل الطب الحساب الهندسة الفلق نبدأ مع بعضنا الدرس ونقول أن المصريين القدماء أدركوا منذ القدم أهمية العلم والتعليم في بناء الحضارة فاخترعوا الكتابة زي ما هنعرف وشهادوا المدارس والجامعات والمكتبات يعني المؤسسات العلمية اللي بتتولى عملية نقل العلم من جيل إلى آخر ورفعوا من شأن العلماء لأن هم ذولة اللي بيقودوا الحضارة وبيقودوا أي أمة وكانوا ينظرون إليهم نظرة احترام وتقدير كما برعوا في كثير من العلو في رأيك ما دور العلم والعلماء في بناء الحضارة المصرية القديمة ومعنا صورة هولي تمثال لأحد الكتاب المصريين في المتحف المصري في القاهرة دي طبعا بتوضح أهمية وظيفة هذا الكاتب وأنه كان طبعا موضع احترام وتقدير من المصريين القدماء مصر ما زالت حتى الآن ما فيش اختلاف طبعا لدور العلم والعلماء وتقدير العلم والعلماء فمصر تحتفل يوم 17 أغسطس من كل عام بعيد العلم إيمانا من الدولة طبعا المصرية مؤسساتها وشعبها بأهمية العلم ودور العلماء في تنمية المجتمع المصري في هذا العيد تقوم الدولة طبعا بتكريم عدد من العلماء في مجالات المختلفة من أسازة الجامعة من المخترعين من الأتباء طبعا بهدف طبعا تقدير دورهم في نهضة مصر وطبعا تقديم صورة مشرفة وقدوة للمجتمع المصري ككل طبعا لا علم بدون طبعا الكتابة هي أول خطوة في طريق التعلم حتى للطفل الصغير إنه يبدأ يتعلم القراءة والكتاب فما فيش حضارة وما فيش أمة دخلت المجال الحضارة إلا عن طريق اختراع الكتابة لأنه طبعا الكتابة هي اللي بتساعد على نقل الأفكار والخبرات والتجارب من جيل إلى آخر وهي اللي بتساعد على تسجيل الأحداث وغيره فالمصري القدماء أو مصر القديمة كانت أول أمة في التاريخ تخترع الكتابة وتعرف الكتابة وده طبعا ساعد على إنها تكون أول وأقدم حضارة في التاريخ نتكلم عن تطور الكتابة المصرية القديمة وأدوتها المصر القديم اخترع الكتابة ليعبر بها عن أفكاره ويتواصل بها مع الآخرين لأن طبعا القراءة والكتابة ثم في الأساس وسيل التواصل ما بين الأجيال في الحاضر أو الأجيال طبعا القادمة اختار في البداية طبعا المصري مجموعة من الصور والرسوم اللي يستخدمها في تسجيل أحداث حياته على جدران المعابد يعني إحنا بنقولوا إن ديت اسمها كتابة تصويرية كتابة تصويرية ديت إحنا ما بنستخدمش في الحروف يعني لما بتلاقي مثلا دايرة كده وفيها خط أحمر على صورة سجارة هو هنا بيعايز يقولك ممنوع التدخين أو نو سموكينج بس هو بيستخدم هنا الكتابة التصويرية عشان يوفر على نفسه إنه يقعد يكتب العبارة ديت بكذا لغة لا بدل ما يكتبها بكذا لغة هو بيعمل رمز تصويري مثلا أو السجارة هي على علامة تحذيرية يبقى ممنوع التدخين أي المكان جنسية الشخص اللي هيشوف العلامة ديت فهو حيفهم المعنى بتاعها يبقى دي بنسميها كتابة تصويرية هو لجأ لصور ورسومات بتعبر عن فكرة معينة هو عايز يعبر عنها يعني مثلا الحمامات أو التولدت في أو أي مكان مثلا مخصص للرجال بنلاقي صورة راجل وإنها هتعاني مثلا صورة للسيداء في بعض الأماكن مثلا اللي بتكون بتقدم خدمات لأصحاب الهمأم بنلاقي مثلا صورة شخص قاعد على كرسي متحرك إن المكان ده مخصص له فطبعا أنا بفهم من غير ما يكتب إن مثلا الماقعة ده في المترو أو الأوتوبيس أو غيره مخصص مثلا لأشخاص زاو الهمأ أنا مجرد ما بشوف الصورة بعرف إن المكان ده مخصص له فديت بنسميها كتابة تصويرية الكتابة ديت عرفت برضو بأسماء أول نوع اللي هو الكتابة التصويرية الواضحة للرمز ده اسمها الكتابة الهيروغليفية كانت تعد الخط الرسمي للدولة لأنه طبعا كان واضح وكان بيتم التسجيله طبعا على جدران المعابد والمسلات أما رجال الدين الكهنة في مصر القديمة كان رجال الدين يطلق عليهم الكهنة يبقى نخلي بنا من الكلمة ديت كلمة كهنة يعني رجل الدين لكن الموضوع ما كانش برضو منطبق على كده انطباق تام يعني لكن كان العلماء في مصر القدماء هم رجال الدين هم الكهنة هم دولة العلماء يعني هو قدام الشعب كاهن في معبد لكن هو مثلا طبيب هو مهندس هو عالم في الحساب عالم في الكيمياء تمام فكان طبعا بيتم إلحاقه بالمعبد لأنه يكون له دور في المعبد عشان يكون له مكانة يستطيع انه هو طبعا ينال التقدير والاحترام والرعاية من الدولة فالعلماء في مصر القديمة كانوا هم الكهنة في الأساس فكانوا بيستخدموا لغة خاصة بيهم لغة مختصرة كده اسمها الهيراتيقية عشان تسهل عليهم طبعا هم بيتكلموا في موضوعات علمية في الكيمياء في الفلك في الحساب في الطب في غيره وكانوا بيكتبوا هذه المعلومات أو التجارب أو الوصفات أو المعادلات الرياضية أو غيره على أوراق برضي أو قطع خشب تمام ويتبادلوها ما بينهم وتحفظ طبعا في المعابد عشان يطلع عليها الكهنة المتخصصين في العلوم المختلفة بينما كان يستخدم أفراد الشعب الكتابة الديموتيقية طبعا هي خط مختصر كده يعني نعتبره مثلا خط زي الرقعة أو الناسخ ده متداول يعني الناس بتكتب به هو طبعا أكثر اختصارا يعني مثلا لو افترضنا ان احنا بنكتب بالعربي يعني فما فيش هنا مثلا لو الهيروغليفية مثلا حكتب الكلام مشكل زي اللغة العربية اللي هي الخط المشكل يعني الديموتيقية زي أي خط عادي كده ما بنحطش في علامات تشكيل وبيكون في بعض الاختصارات وممكن يكون بعض الكلمات بلغة عمية يعني مش باللغة الدقيقة وقد استخدم المصر القديم في الكتابة طبعا كان بيكتب بايه كان بيستخدم اقلام من البوص وهي ما زالت متداولة حتى الآن الالم البوص يعني يجيب البوص طبعا اللي بينمو على حواف المجاري المائية الترع ونهر النيل منتشئر بيتم طبعا تنظيفه وقطعه كده بطريقة مش مستقيمة يعني يكون ليه طبعا ايه بوز كده او سن بيتم غمس السن ده في حبر اسود او حبر احمر ويتم الكتابة بيه على اوراق البردي يبقى عندنا الاقلام وعندنا اوراق طبعا البردي اللي مصر تميزت بها وهي طبعا احدى الصناعات التراثية اللي بتجذب الساحي تخيل ما الذي كان سيحدث لو لم يخترع المصرين القدماء الكتابة طبعا عندما اختراع الكتابة زي ما قلنا هي اول خطوة في طريق العلم والتعلم والحضارة لو طبعا مش موجودة لم يستطيعوا تسجيل الاحداث ولم نستطيع التعرف على التاريخ المصري القديم ان طبعا الكتابة هي اللي بتحفظ الافكار والطريقة التواصل ما بين الاجيال المعاصرة والاجيال القادمة والماضي هنتكلم عن شكل الكتابة ديت هنقوله ان اخترع عن مصر القديم الكتابة ليعبر بها عن افكار ويتواصل بها مع الاخري وزي ما احنا قلنا ان الهيروغليفية هي الشكل بتاعها ده صور واضحة ودقيقة تمام؟ كل منها طبعا بيعبر عن فكرة معينة او مجموعة من الصور جنب بعضها وتعبر عن فكرة معين الكتابة الهيرواتقية زي ما قلنا دي خاصة بالكهنة وكانت تكتب على اوراق البردي الديمواتقية هي اكثر زي ما احنا شايفين كده اكثر سهولة وبساطة من الهيرواتقية والهيروغليفية نرجع تاني ونتكلم عن وظيفة الكاتب اللي احنا في اول الدرس اشارنا لها الكاتب بقى كان عدد قليل طبعا في مصر القديمة هو اللي شايفين صعوبة الكتابة يعني الهيروغليفية زي ما شفناه في الصورة كده طبعا ان يكون فيه كاتب قادر على ان هو يعمل الرموز دي طبعا كان الكاتب بيكون ليه المام بيه التلات التلات خطوط دي فان هو يرسم الاشكال الطائر او اشكال ديت او طبعا فيه طيورة هي طائرين صقر مثلا وحمامة او حاجة زي كده صعبان راجل جالسة هوت طبعا ان يرسم هذه الرموز بدقة بالغة فطبعا كان بيتطلب مهارة خاصة برضو الهيرة طيقية والديمو طيقية عشان طبعا يرسم او الحروف ديت او يكتبها بطريقة جيدة فده كان بيحتاج مهارة مش الناس كتير طبعا تقدر ان هي تلم بهذه المهارة فكان طبعا بيتم اختيار الكاتب من الناس النابهين او الموهوبين في مصر القديمة وكان الكاتب طبعا يقوم بتسجيل كل نواحي الحياة المصرية على جدران المعابد والمقابر وعلى ورق البردي يعني الناس بترجع له في تسجيل اي حاجة عقود زواج عقود اراضي مراسلات حكومية وغيره والتالي كانت هذه المهنة من اهم المهن في الحضارة المصرية تمام حتى احنا هنعرف كمان شوية ان في كتير من طبعا الففات البردي كانت بتوضع في المقابر فده طبعا كان بيتطلب ان شخص ملم بالكتابة هو اللي يقوم بكتابة هذه النصوص هنعرف برضو ان كان في حاجة زي الادب التهذيبي هنتكلم عليها كمان شوية نصائح وحكم كانت بتتداول من اجيال لاخرى فطبعا برضو كان يتطلب الامر ان تكون هذه النصائح والحكم هي التمارين اللي الكاتب بيتعلم عليها يعني وهو تلميس كده في المدرسة بيقول له مثلا ايه اكتب عبارة النظافة من الايمان زي ما الخط اللي احنا كنا بناخده طبعا فيه سنة اولى وتانية وتالتة ابتداء بنكتب عبارات او غيره فالمصرين القدماء برضو كان عندهم العبارات دي ويتم كتابتها طبعا النابغين من الكتاب دولات اللي خطه كويس اللي بيقدر يكتب بسرعة اللي بيصيغ العبارات طبعا بطريقة كويسة كان يقدر انه يوصل من مناصب العليا في الدولة فيكون حاكم اقليم او كاتب للملك ويعين طبعا في الادارات الحكومية ويكون طبعا موضع احترام من الشعب المصري طيب الموضوعات زي ما قلنا اللي المصريين القدماء كانوا بيتكلموا فيها او بيكتبوها وطبعا لقناها موجودة حتى الان طبعا ادب المديح الادب التهزيبي الادب القصصي الادب الديني هنبدأ نتناول كل واحد فيهم بالتفصيل اول نوع من الادب طبعا هو الادب الديني يعني اللي بيتكلم في الموضوعات الدينية ده ادب يتناول الحياة بعد الموت وعقيدة البعث والخلود طبعا عند المصريين القدماء يعني ادب بيتكلم على ايه اللي بيحصل ليه الميت بعد وفاته ومحكمة الموتى ورحلته في العالم الاخر النصوص ديت موجودة طبعا بكسرة على جدران الاهرامات ويطلق عليها طبعا نصوص الاهرام نصوص الاهرام دي نصوص كانت تدون او تسجل على جدران الاهرام من الداخل الغرض منها لمساعدة الميت في الحياة الاخرى انه يعرف يعمل ايه ويرد ويقول ايه في محكمة الموتى وغيره ودي منظر طبعا لأحد نصوص الاهرام تاني نوع من الادب هو الادب القصصي يعني فيه قصص كانت بتتداول من اجيال لاجيال وبرضو زي ما قلنا كان بيتم كتابتها كتمارين مثلا للكتاب او غيره يتضمن قصص حقيقية وخيالية تعكس طبعا مظاهر الحياة في مصر القديمة سواء العلاقات والاحداث السياسية او الاجتماعية وعندنا قصتين زي قصة الملاح الغريق او قصة سنوحي وقصة الملاح الغريق طبعا هي قصة خائلية تشبه طبعا قصص السدباد او قصص مغامرات يعني عن شخص بيركب البحر ويروح في جزيرة نائية ويقابل طبعا كائنات خرافية وغيره قصة سنوحي طبعا قصة في عصر الدولة الوسطى فيها تفاصيل جميلة جدا يعني وهي قصة حقيقية الثالث حاجة الادب التهزيبي يتناول الحكم والنصائح التي كان يوجه المالك لابنه او الحكماء لتلاميذه زي ما قلنا من اشهر الحكماء بتاع حتب في الدولة القديمة والحكيم آني في الدولة الحديثة وزي ما قلنا كانت بتستخدم هذه الحكم والنصائح للتدريب على الكتابة في المدارس وبالنسبة للكتاب رابع نوع من الادب هو ادب المديح ده طبعا ادب بيركز على تمجيد اعمال المالك طبعا اذا كان هذا المالك قوي له اعمال وفضله على الشعب طبعا عموما بفضل هذه الانواع من الادب استطعنا معرفة الكثير عن احوال مصر وثقافتها وحضارتها القديمة هنتناول مع بعض مثال تطبيق كده انسب كل عبارة من العبارات التالية الى نوع الادب المصري القديم الذي تنتمي اليه يعني هطلك عبارة وقولك احنا طبعا عندنا اربع انواع من الادب تتوقع ان العبارة ديت تكون تبع اهني نوع طبعا من مضمون العبارة نقدر احدد نوع الادب فعندنا وسأول عبارة لا تكونن متكبرا بسبب معرفتك لان نهاية العلم لا يمكن الوصول اليها لا تكونن متكبرا بسبب معرفتك يعني ما تتكبرش بسبب علمك لان نهاية العلم لا يمكن الوصول اليها يعني تواضع طبعا ديت ادب تهزيبي الغرض منه الحظ على التواضع وتقديم النصيح ثاني حاجة السناء لك يا سقران المقدس الذي يحمي الأرض ويمد حدودها ويجعل الناس ينامون في أماء السناء لك يا سقران المقدس الذي يحمي الأرض ويمد حدودها ويجعل الناس ينامون في أماء طبعا الصقر في مصر القديمة هو الإله حورس فهو لما السناء لك يعني المديح لك يا حورص المقدس الذي يحمي الأرض ويمد حدودها طبعا مين اللي وظيفته في مصر القديمة أنه يحمي الأرض ويمد حدودها ويجعل الناس ينامون في أمان طبعا ده من أدب المديح للملك إلى إله الشمس استيقظ بسلام أنت أيها الواحد المطهر إلى إله الشمس استيقظ بسلام أنت أيها الواحد المطهر دي طبعا من صلوات المصرين القدماء للإله فدي طبعا أدب دين أهم العلوم اللي نبغ فيها المصرين القدماء هنتناول أول علم اللي هو طبعا علم الطب المصرين القدماء استخدموا بعض النباتات في العلاج يعني العلاج بالأعشاب وعرفوا فوائد طبعا النباتات الموجودة في البيئة المصرية وزي ما قلنا أن الكهنة سجلوا الوصفات ديت والعلاجات والاستخدامات ديت على ورق البردي ووصف للمرض ووصف للعلاج عرفوا كثيرا من التخصصات يعني ما كانش الأمر مطروك كده إن الشخص ده هو طبيب وفقط لا ده بيكون متخصص في العيون الأسنان الجراحة اكتشفوا الكثير من الأمراض والوصفات الطبية لعلاجها برعوا في تشريح جسس موتهم أثناء تجهزها للتحنيط مما ساعدهم على معرفة أجهزة جسم الإنسان الداخلية والأمراض التي تصيب الجسم استخدموا أدوات طبية شبيهة بما نستخدمه الآن كالمشرة والملؤات طبعا دي أدوات بيستخدمها الأطباء طبعا في إجراء العمليات الجراحية وهذا بيدل طبعا على مدى تمكنهم من هذا الأمر في كثير من الممياءات طبعا عصر عليها بعضها أجريت له جراحات في العظام يعني تعرضوا لإصابة في القدم أو في الزراع وتم طبعا إجراء جراحة لهم أو عملية تجبيس للكسور بعض برضو ممياءات فيها جراحات في الأسنان البعض في جراحات في المخ طبعا وهكذا مما يدل طبعا على تقدم المصريين القدماء في هذا الأمر في الفلك طبعا المصري القديم لاحظ السماء وبص للنجوم والكواكب الموجودة في السماء وزي ما احنا شايفين كده يعامل الأبراج السماوية في شكل مذهل طبعا هو أول من ابتكر فكرة الأبراج السماوية الأبراج طبعا اللي احنا نسمع عنها العزراء والجوزاء والأسد والحاجات دي المصر القديم كان عامل برضو مجموعة من الأبراج في مصر القديمة تمام رسم النجوم والكواكب الموجودة في السماء في هذا الشكل وأطلق عليها أسامي مختلفة طبعا على حسب طبعا تخيلاته ماشي وبالتالي هو عرف مواقع الكثير من النجوم والكواكب المصر القديم أدر كمان هو يميز ما بين النجوم والكواكب الموجودة في السماء بأن النجمة مكانها تقريبا ما بيتغيرش غير على فترات طويلة جدا إنما الكواكب مكانها بيتغير طبعا من يوم للآخر لأنها قريبة للأرض والتالي مكانها بيتغير ملاحظته للسماء وملاحظته للنيل والشمس وغيره خلت المصر القديم يهتدي لفكرة التقويم الشمسي من نلاحظ إن الأرض بترجع نفس مكانها في بعد 365 يوم بالزبط فقاموا بتقسيم السنة إلى 365 يوم مقسمين لـ 12 شهر كل شهر 30 يوم طيب 12 في 30 يبقى 360 طيب الخمسة أيام الأخيرة دي أيام الأعياد ويبدأ بعدها العام الشمسي الجديد طبعا اختراع التقويم الشمسي ده كان ليه أثر كبير فيه تنظيم الحياة عند المصرين القدماء حساب الوقت عند المصرين القدماء المصرين ابتكروا العديد من الاختراعات والابتكرات لتساعدهم على حساب الوقت مش مجرد حساب الوقت خلال العام بس لا خلال اليوم ففي أثناء النهار استخدموا المسلات كساعات شمسية لمعرفة الوقت من خلال مراقبة الظل في أثناء الليل استخدموا ساعات مائية على شكل مظهريات ولقد حددت الساعة المائية الوقت بدقة حددت الساعة المائية الوقت بدقة وكانت الساعة تملأ بالماء وكان يتم تصريف الماء من خلال ثقب في القائع تستغرق طبعا عملية تفريغ المياه من المزهرية ديت حوالي 12 ساعة بالزبط وقد توفرت علامات داخل الساعة تبين الوقت أثناء انخفاض مستوى المياه من خلال النص دلل على براعة المصري القدماء في حساب الوقت طبعا ابتكروا الكثير من الأدوات التي تساعدهم على حساب الوقت زي ما قلنا الساعة المائية وملاحظتهم للظل بتاع المسلات وضح كيف ساعدت معرفة المصريين القدماء لحساب الوقت على تقدم حضارتين طبعا حساب الوقت بالنسبة لتقدم الحضارة مهم طبعا لأنه ساعد على تنظيم حياة المصريين القدماء في كافة المجالات في مجال الهندسة والحساب برع المصريين القدماء في علوم الهندسة والحساب حيث عرفوا الجمع والطرح والضرب والقسمة والكثور طبعا العادية مش العشرين يعني واحد على اثنين واحد على اربعة وهكذا وساعدهم ذلك على في الهندسة طبعا تخطيط المدن احنا عرفنا من خلال المنهج ان الملك ميناء بنا مدينة منف ان الملك اخناتون بنا مدينة اخيتاتون دي مدن طبعا الملك ابن محاد بنا مدينة اث التاوي كان الهندسة طبعا لها دور في تخطيط هذه المدن اعرفوا كمان المصريين القدماء الاشكال الهندسية كالمربع والمستطيل وقاسوا الزوايا طبعا الاطوال بدقة وده ساعدهم طبعا في حفر طرع طبعا وبناء الاهرامات بدقة طبعا وعندنا برضية تريند الرياضية هي برضية طبعا فيها حسابات رياضية للمسلسات واعتقد طبعا ان هي اصل نظرية طبعا فيسا غورس ويقليديس في الحساب حساب مساحة الاراضي الزراعية طبعا لان احنا قلنا ان الفيضان كان بيجي غرق الارض الزراعية كلها وبالتالي الحدود ما بين الاراضي بالتوه فكان طبعا بيبقى في بعض العلامات رجم يعني بنسميها ما بين الارض الزراعية ويبدأ منها حساب مساحة الارض طول وعرض تسجيل رواتب الجنود طبعا كان بيساعدهم الحساب ان هو يجمع ويطرح الرواتب ويحدد قيمة الضرائب بناء على مقياس النيل طبعا اللي بيقيس ارتفاع المياه في نهر النيل والتالي يحدد قيمة الضرايب حسب هذا الارتفاع براعات المصريين القدماء في العلوم كان طبعا لبراعاتهم وتقدمهم في علوم الفلك والهندسة والحساب زي ما احنا قلنا أثر عظيم في بناء منشآت المامرية الضخمة زي المعابد الأهرامات والدلل على ذلك انهم قاموا ببناء معبد المالك رامسيس الثاني اللي هو طبعا معبد ابو سيمبل في جنوب أسواء المعابد ده فيه معجزة هندسية فلكية حسابية بأنه يتيح لعشعة الشمس إضاءة وجه المالك رامسيس الثاني وجهه آمون راع يله آمون راع لمدة تصل إلى عشرين دقيقة مرتين في العام مرة يوم مولد المالك ويقوم تتويجه على العرش ودي طبعا ظاهرة زي ما يحرص عدد كبير من السياح على زيارة مصر سنويا لمشاهدة هذا الحدث الفريد زي ما احنا شايفين كده السياحين بيتوافدوا على معبد ابو سيمبل لمشاهدة هذا الحدث الفريد في نهاية الدرس عن استعرض بعض الأسئلة كده نشوف طبعا مدى فهمنا ليه عناصر الدرس وضح العلاقة بين تقدم المصريين في علم الحساب وعلم الزراعة أو في النشاط الزراعي طبعا طبعا تقدمهم في علم الحساب ساعتهم في حساب مساحة الأرض الزراعية وتحديد قيمة الضرائب بناء على فيضان النيل وذي العلاقة بين تقدم المصريين في علم الحساب والزراعة السؤال التاني اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة قسم المصريين للقدماء السنة إلى 365 يوم دي طبعا من إنجازاتهم في علم الفلك لعبارة صواب ساعتت مهنة الكاتب على معرفة كل نواحي الحياة المصرية القديمة ساعتت مهنة الكاتب على معرفة كل نواحي الحياة المصرية القديمة طبعا لولا الكاتب وما قاموا بالتدوينه طبعا على أوراق البردي وجدران المعابد وغيرها كلناش هنقدر نتعرف على مظاهر الحياة المصرية الحضارة المصرية القديمة تعدادة أنواع الأدب عند المصريين القدماء طبعا احنا قلنا عندنا أربع أنواع من الأدب إبا العبارة صواب اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين توجد مسلة الملكة حاتش بسوت في معابد رأس السوداء فيلة الكارنك إدفو طبعا مسلة الملكة حاتش بسوت في معابد الكارنك وضع المصرين القدماء التقويم الشمس وضع المصرين القدماء التقويم الشمس يدل على براعاتهم في علم هل الهندسة الفلك الطب الحساب طبعا التقويم الشمسي علم الفلك عرف المصرين القدماء تسجيل رواتب الجنود نتيجة براعاتهم في علم هل الهندسة الفلك الطب الحساب طبعا علم الحساب يدل بناء الهرامات على براعة المصر القديم في علم هندسة الفلك الطب الحساب طبعا براعة بناء الهرامات يدل على الهندسة طحنيت المصرين اللي جسس موتهم يدل على براعاتهم في علم هندسة الفلك الطب الحساب طبعا الطب في نهاية الحصة أتمنى أكون وفقت في شرح الدرس وأتمنى لكم التوفيق كان معكم الأستاذ أحمد محمود السيد خبير تدريس المادة بوزارة التربية والتعليم مع تحيات الإدارة العامة للمحتوى التعليمي بوزارة التربية والتعليم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته